بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبطال الصف الثاني الأعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نهاردة نحلم مع بعض التقييم الأسبوعي في مادة اللغة العربية للصف الثاني الأعدادي الفصل الدراسي الأول الأسبوع التاسع طبعا الأسبوع التاسع في مادة اللغة العربية اتأخر شوية ولما نزل نزل الأداء الصفي والتقييم الأسبوعي الأداء المنزل منزلش فإحنا خلاص الأداء الصفي خلاص هنشارك معكم النهاردة ان شاء الله التقييم الأسبوعي الأسبوع التاسع التقييم الأسبوعي مادة اللغة العربية الصف الثاني الأعدادي الفصل الدراسي الأول نموذج ألف سيناء عروس بدوية سيناء خيول عربية سيناء حمامات بيض وسنابل قمح ذهبية أعرب ما تحته خط سيناء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة سيناء ملها عروس عروس خبر مرفوع علامة رفعه الضمة سيناء حمامات بيض وسنابل قمح ذهبية قمح مضف إليام جره علامة جره الكسرة استخرج من البيت الأول ناعة وأعربه ناعة كلمة عروس نكرة وكلمة بدوية نكرة بدوية ناعة مرفوع علامة رفعه الضمة لأن كلمة عروس خبر مرفوع البيت الأول يشير إلى سيناء من حيثه سيناء عروس بدوية سيناء خيول عربية التمدن والحضارة ولا الجمال والأصالة ولا الفروسية والمهارة ولا الكنوز والمعادن طبعا سيناء عروس تعني الجمال وخيول تعني الأصالة من حيث الجمال والأصالة رقم أربعة علامة يدل لتصوير الشاعر سيناء بالحمامات البيض في البيت الثاني سيناء حمامات بيض وسنابل قمح ذهبية تصوير الشاعر لسيناء في هدوئها بالحمام الأبيض الذي يدل على السلام النموذج الثاني فالتقييم الأسبوعي الأسبوع التاسع نموذج باء سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية سيناء تميمة وادي النيل تعود إلى صدر الوادي أعرب ما تحته خط كلمة عقيق وكنوز عقيق عقيق تممت المعنى وكنوز عقيق مضاف إلى مجر علامة جره الكسر الكلمة الثانية كلمة تميمة سيناء تميمة سيناء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة تميمة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة استخرج من البيت الأول نعة وأعربه سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية كلمة سحرية نعت لكنوز كنوز عقيق سحرية يبا كلمة سحرية نعت لكلمة كنوز إذن النعت كلمة سحرية ونعت مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه نعت لكلمة كنوز ثلاثة المقصود بالوادي في البيت الثاني سيناء تميمة وادي النيل تعود إلى صدر الوادي هل مقصود بالوادي أهل سيناء ولا جيش مصر ولا مصر الحبيبة ولا وسط الدلتة مقصود بالوادي مصر الحبيبة أربعة لماذا استخدم الشاعر الجمع في البيت الأول استخدم الشاعر الجمع في كلمة مناجم وكلمة كنوز والجمع يفيد الكثرة ويدل على كثرة خيرات سيناء التقييم الأسبوعي الأسبوع التاسع نموذج جيم سيناء تعود وساق النور يصب كؤوس الأضواء وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء أعرب ما تحته خط سيناء جملة اسمية بدأت بها الجملة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة يصيب كؤوس الأضواء معرفة بعد نكرة مضاف إلى مجروع علامة جره الكسرة اثنيا استخرج من البيت الأول نعة مبنيا وأعربه في البيت الأول سيناء تعود وساق النور يصب كؤوس الأضواء في البيت الأول مفيش نعت وحمام أبيض كلمة أبيض نعت معرب وليس مبني يعني هنا خطأ في السؤال البيت الأول مفيش نعت والبيت الثاني في نعت ولكن معرب وليس مبنيا وحمام أبيض أبيض نعت مرفوع علامة رفعه الضمة ثلاثة وصف الشاعر كلمة حمام بكلمة أبيض ليهدل العلى جمال الحمام والرمز للسلام والروعة اللون والتفاؤل النظرين قال الشاعر وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء ليدلل على أن الحمام رمز للسلام أربعة يرسم الشاعر في البيتين لوحة تملأها الحركة وضح ذلك سيناء تعود وساق النور يصب كؤوس الأضواء وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء حيث يصور لنا عودة سيناء وفرحة المصريين بهذا فيعلقون الأنوار والزينة ويصبون كؤوس المشروبات والحمام يرفرف بجناحيه على أرض سيناء الإملاء القطع الأولى سيناء الحبيبة أرض القداسة والطهارة مر بها الأنبياء وهي خير شاهد على العراقة والطهارة بأبنائها الوطنيين الشرفاء الفقر الثاني من الإملاء مصر الحضارة والتاريخ والبناء يصونها ربها ثم أبناؤها الأوفياء وستحيى مصر عزيزة لا يمسها سوء برب السماء الفقرة الثالثة سيناء منحة إلهية من رب السماء نعلن حبنا لها صباح مساء وهي جزء غال من أرض الكنانة نفتديه بكل وفاء بكذا إن شاء الله قد انتهينا من التقييم التاسع وانتظرون إن شاء الله قريبا في التقييم العاشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته